المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 اللي هيتعمل في مصر من 4-8 نوفمبر الجاي ده واحد من أهم الأحداث الدولية في مجال التنمية الحضرية واللي هيشرف على إدارة المتطوعين فيه هو التحالف الوطني لعمل أهلي التنموي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم الأكاديمية هتكون مسؤولة عن تدريب المتطوعين على أدوارهم وفريق منتدى الشباب العالم هيكون مشرف على تنظيم الفعاليات الكبيرة وده بيؤكد دورهم المستمر في تنظيم الأحداث المهمة في مصر المنتدى مش مجرد جلسات حوارية ونقاشية وكلام لا ده هيكون فيه حوالي أكتر من 500 حدث وجلسة نقاش على مدى 5 أيام هيتكلم فيها المتحدثون عن أهم التحديات اللي هتواجه المدن في العالم زي مثلا أزمة الإسكان تغير المناخ كمان هيتم تسليط الضوء على التجربة المصرية في التحول للتنمية المستدامة والمشروعات القومية الكبرى زي حياة كريمة ومدن الجيل الرابع ده كله هيكون متاح لكل الناس من خلال بث مباشر بكل لغات الأمم المتحدة علشان يوصل صوت مصر للعالم كله